مونة كارلو الدولية الأخبار مونة دويبية أهلا بكم سيداتي سادتي إلى هذه النشرة الإخبارية تأتيكم من مونة كارلو الدولية وهذه عنوينها حملة توقفات في مالي في إطار تحقيقات للكشف عن مرتكبي عملية اغتيال الصحفيين الفرنسيين من إذاعة فرنسا الدولية جون كيري في إسرائيل ورامالا اليوم في محاولة لاستنف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية لا توافق دولي لتحديد موعد مؤتمر جينيف 2 والولايات المتحدة تشكك في صحة جردة الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سوريا للمجتمع الدولي الديمقراطية الاشتراكي ديدي بلازيو رئيسا لبلدية نيويورك أهلا بكم عمليات توقيف واسعة بدأتها الجهة الأمنية المالية مدعومة بمحاقيقين فرنسيين في محاولة لإيجاد دلائل وأدلة تقودهم إلى من خطط ونفذ عملية اغتيال زميلين الصحفيين من إذاعة فرنسا الدولية في كدال شمال مالي ساميرا والنبي ثلاثة من أربعة أشخاص شاركوا في عملية خطف الصحفيين الفرنسيين تم تحديد وتحقق من هويتهم صحيفة لموندا الفرنسية أوردت أن هؤلاء هم من عائلة واحدة ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهم معروفون لدى الاستخبارات الفرنسية والمالية التي سبقوا أجرى التحقيقات معهم أكثر من مرة والأمر الذي ساعد على تحديد هويتهم وثيقة تم العثور عليها في سيارة كانت على مقربة من جثتي الصحفيين الفرنسيين ويبدو أن الأشخاص الثلاثة كانوا ينتمون لمجموعة مسلحة من الطوارق في شمال كدال انضموا إلى تنظيم القاعدة بعد نجاح تدخل العسكر الفرنسي في مالي وأعلنوا بصفة رسمية عن تأييدهم لخيار المصلحة والاندماج في المجلس الأعلى من أجل وحدة الزواد وتحدثت الصحيفة عن فرضية أولى مفادها أن عملية الاختطاف جاءت كمحاولة من هؤلاء للإفراج عن أفراد من عائلتهم كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم في مفاوضات إطلاق صراح الرهائن الفرنسيين الأربعة الذين تم تحريرهم الأسبوع المنصرم فرنسا عززت قوتها في كدال شمال شرق مالي واستبعدت تغيير الجدول الزمني لسحب قوتها بعد الانتخابات التشرعية المقررة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر مالي هي المحطة الأولى ضمن جولة على منطقة الساحل يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون رفقة عدد من رؤساء هيئات إفريقية ودولية تأتي هذه الجولة في الوقت الذي بدأ فيه القادة الأفارق البحث في جنوب أفريقيا تهدف إلى تشكيل قوة تدخل سريع لتسوية أزمات القرى هذه الفكرة فكرة تشكيل قوة تدخل سريع أفريقية لتسوية أزمات القرى ليست جديدة فخلال السنوات الماضية خلال اجتماعات الوزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين وضعت اقتراحات مفصلة من أجل تشكيل قوة تدخل سريع أفريقيا ومن أجل سياسة الدفاع وأمن أفريقيا مشتركة ومن المفترض أن تكون قوة التأهب جاهزة للعمل في العام القادم للمرحلة الأولى حسب البرنامج ويمكن لهذه القوة أن تتدخل على سبيل المثال لتقديم المشورة للبعثات السياسية وأن تنشر مراقبين عسكريين ضمن مهمة للأمم المتحدة بل يمكنها ضمان حفظ السلام وحماية السكان المدنيين أو نزل الغام وفي الحالات القصوى التدخل في دولة عضو بدون أن تدعى لذلك شكرا لك وهيبة أنتم في الاستماع سيداتي سادتي إلى منطقة الدولية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقى هذا الصباح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وهو على قناعة كاملة بصعوبات الكبيرة التي تحول دون استئناف محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كيري انتقل إلى بيت لحم ليجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شروق أسعد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بيت لحم ليجد نحو 300 فلسطيني على جوانب الطريق يتظاهرون منددين بما وصفوه الانحياز الأمريكي لإسرائيل ومحتجين على استمرار الاستيطان وبناء الجدران الإسرائيلية تريده إسرائيل كحدود لأي دولة فلسطينية مستقبلية من بين المتظاهرين كان قيس عبد الكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نحن هنا لنرسل صرخة واضحة إلى جون كيري أنه إذا استمر هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل إذا لم تتخذ القيادة الأمريكية خطوات للضغط على إسرائيل لوقف استهتارها بحقوق الشعب الفلسطيني فإن العملية التفاوضية التي يرعونها ستجد طريقها إلى الانهيار والفشل فإن لدينا بداء العديدة من بينها التوجه إلى وكالات ومواثيق الأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين كيري افتتح إنجاز شارع رئيسي في بيت لحم بتمويل أمريكي معلنا أن الولايات المتحدة قدمت للفلسطينيين مؤخرا 75 مليون دولار أمريكي مؤكدا على أهمية الاقتصاد وعلى التزام بلاده بإقامة الدولة الفلسطينية لكن دون تحديد كيفية تحقيق هذا في وقت متوقع أن يطالب الرئيس الفلسطيني كيري بدغط أمريكي لوقف الاستيطان الذي كان فجر اجتماع المفاوضات رقم 16 في القدس الليلة الماضية والذي كان شهد صراخا من قبل الجانب الفلسطيني الذي اتهم إسرائيل بإفشال المفاوضات وبنشر أكاديب حول مقايدة الفلسطينيين الإفراج عن الأسرى بمواصلة الاستيطان من بيت لحم شروك أسعد مونت كارلو الدولية برأت محكمة إسرائيلية صباح اليوم وزير الخارجية السابق في جودر ليبرمن من تهم الاحتيال وإساية الاتمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنيهو رحب بعودة وزير خارجياته السابق إلى الحكومة بعد صدور البراءة بعد فشل لقاء جناف الثلاثي في الاتفاق على موعد لعقد مؤتمر السلام حول سوريا المعروف بجناف الثنين أبدت الولايات المتحدة شكوكا بصحة جردة الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سوريا للمجتمع الدولي وأيضا من برنامج إزالة هذه الترسانة لايال بشارة الشكوك عبرت عنها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمنتا باور التي حذرت من أن بلادها تراجع بشك أعلان الأسلحة الكيميائية التي قدمته سوريا إلى منظمة حذر الأسلحة الكيميائية بعد سنوات من تعهدات التي قطعها الرئيس السوري بشارة لسد ولم يفي بها حكومة لسد تعود إلى الآن مع البعث المشاركة للمنظمة والأمم المتحدة التي تفقد فريقها إلى الآن ما بين 21 و23 موقعا للأسلحة الكيميائية في سوريا والموقعان المتبقيان خطيران بدرجة تعذر معها الوصول إليهما تابعة سفيرة الأمريكية في مجلس الأمن هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول معلومات مماثلة فقد سبق للمعارضة السورية أن حذرت من أن النظام السوري هرب قصما من مخزونه من الأسلحة الكيميائية إلى لبنان والعراق المجاورين ديبلوماسيا لا اتفاق بعد على تحديد موعدا لعقد مؤتمر جنف 2 رغم المساعي الحثيثة والجولات المككية التي قام بها الموفد الأممي الأغضاء الإبراهيمي في مسعى لتقريب وجوهات نظر الأطراف المتصارعة والداعمة لها في سوريا الأغضاء الإبراهيمي الموفد الأممي الخاص إلى السوريا المؤتمر جنف 2 يختلف عن جنف 1 لأنه في جنف 2 سوريا ستكون ممثلة بوفدين وفد عن المعارضة ووفد عن الحكومة الأغضاء الإبراهيمي الموفد الأممي الخاص إلى السوريا المعارضة السورية لا تزال منقسمة وتشترط راحل الأسد الرئيس السوري للمشاركة في مؤتمر أسلام أدولي حول سوريا ما تتحفظ عليه بعض دول الغربية كروسيا التي ترى أن المشاركة يجب أن تكون دون شروط مسبقة النظام السوري قبل المشاركة مذكرا أنه لا يذهب لتسليم السلطة ولكن للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية ميدانيا سيطر مقاتلون معارضون بينهم جهاديون من جبهة النصر الإسلامية المتشددة ومن الدولة الإسلامية في العراق والشام على داغش على مبان ومخازن ومستودعات للأسلحة تابع للقوات النظامية قرب بلدة مهين في الريف الجنوبي شرقي حمص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الموجود في باريس أشار إلى أن تهران قد تستخدم نفوذها لتشجيع المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا على الانسحاب من هناك ضريف كان يرد على سؤال عما إذا كانت إيران مستعدة لاستخدام نفوذها على جماعة حزب الله اللبنانية وفي الموضوع النووي الإيراني أعلن ضريف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني خلال هذا الأسبوع ضريف سيلتقي وسيلقي اليوم كلمة أمام منتدى القادة في اليونسكو عشية استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد حول البرنامج النووي أنتم في الاستماع سيداتي سادتي إلى منتكر الدولية أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وقوفه على الحياد في مسألة اختيار رئيس حكومة جديد والتي تأجلت بسبب غياب وفاق بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة علاء الدين بنجار مبعوث منتكر الدولية إلى تونس يلقي الضوء على هذا الخلف الرباع رعي الحوار على رأس الاتحاد التونسي للشغل سيجتمع بعد ظهر اليوم لتحديد أجندة واضحة للقاء مع مختلف القادة السياسيين في الإتلاف الحاكم والمعارضة على أن يلتقي أيضا بالشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس الحكومة أي أحمد المستيري مرشح النهضة محمد الناصر مرشح المعارضة إضافة لشخصيتي جلول عياد ومصطفى كمال أنبلي التوافق في الكواليس يبدو بعيدا بعد تعليق الحوار يوم الاثنين الماضي فهناك عدة أقطاب في المعارضة باتت تتحدث عن فشل كامل للحوار والقول بضرورة الإقرار بعدم مشروعية المجلس التأسيسي وتحمل المسؤوليات من خلال تكوين حكومة ظل وتشكيل برنامج إنقاذ وطني في المقابل زعيم حركة النهضة رشد الغنوش التقى مع زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابية الذي تقول المعارضة أنه مال للإسلاميين طمعا في منصب رئاسي مستقبلا في ظل هذه التباينات يبدو وسطاء الحوار وخاصة اتحاد الشغل المصممين على حصول التوافق وإذا لم يحصل فإنهم سيدفعون بأسماء شخصيات أخرى تفرض على النهضة والمعارضة تقوم بتسير البلاد وتجنيبها شبح المشاكل الاقتصادية والأمنية على الدين بنجار من العاصمة التونسية منتكر للدولية تنظم اليوم المعارضة الموريتانية مسيرة في العاصمة نوكشوت احتجاجا على الانتخابات التشرعية المقررة خلال الأسبوعين القادمين أدم جبيرة المسيرة ستنطلق الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت العالمي وستعرف حضور جميع رؤساء أحزاب المنسقية معدى حزب تواصل التوجه الإسلامي الذي قرر خوض الانتخابات المنسقية تعتبر هذه المسيرة بداية لتفعيل مقاطعتها للانتخابات على أرض الواقع لما محمد محمد المسؤول الإعلامي في حزب التكتل منسقية المعارضة الديمقراطية الموريتانية تعتزم تنظيم أول نشاط لها في دار مقاطعة الانتخابات منظمة من طرف الحكم الكاتوري نظرا لعنق الأحزاب المكونة المنسقية وفيقالها في الساحة الوطنية سيتبع هذا النشاط عدة نشاطات تتسير إلى جميع التراب الوطني أحزاب العغلبية الرئاسية بدورها قللت من شأن هذه المسيرة معتبرة أنها لن تغير من الأمر الواقع أحمد ولد الدومان رئيس حزب الرباط نشير إلى أن هذه المسيرة تأتي قبل أقل من 48 ساعة من انطلاق الحملة الانتخابية والتي ستستمر لأسبوعين ليتوجه الناخبون بعدها مباشرة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري لاختيار ممثليهم في البلديات والبرلماني الموريتاني اختار سكان نيويورك ديمقراطياً يسرياً وهو بيلد بلازيو رئيساً لبلدتهم بأكثر من 70% من الأصوات مكتسحاً خصمه الجمهوري جون لوتا علي برادا من الآن وصاعداً سنسمع كثيراً اسم بيلد بلازيو صار هذا اليساري الذي يدافع عن حقوق الفقراء رئيساً لبلدية أغنى مدينة في العالم نيويورك خلفاً بالبلياردير اليميني مايكل بلومبرغ سجل الديمقراطي دي بلازيو فوزاً ساحقاً ضد منافسه الجمهوري جوزيف سلوتا في إشارة إلى نعطافة حادة نحو اليسار من النيويوركيين المستائين من عقلية إدارة الأعمال التي تميزت بها حقبة بلومبرغ وسلفه رودولف جولياني خلال العقدين الماضيين أفادت الاستطلاعات أن دي بلازيو حصد أصوات الناخبين من كل الشرائح الاجتماعية بصرف النظر عن العرق والجنس والعمر والتعليم والدين علي بلدان نيويورك منتكار للدولية وقد عيد انتخاب حاكم ولاية نيوجيرج الجمهوري كريس كريستي لولاية ثانية في انتخابات حقق فيها فوزاً كبيراً جعله مرشحاً رئاسياً لما فر منه في 2016 انتهت مباراة القمة في دور أبطال أوروبا لكرة القدم بالتعادل هدفين لهدفين وديفعان تابع هذه النتائج حامل لقب باين نونيك حقق فوزه الرابع في أربع مباريات وهذه المرة تغلب على بيلزن في تشيكيا بهدف للا شيء وعن المجموعة الرابعة أيضاً انتزع مانشستر سيتي بطاقة تأهل وذلك للمرة الأولى في تاريخه فاز أمس خمسة اثنين على سي اس كاي موسكو باريسان جرما كان فاز في مباراته الثلاث السابقة في المجموعة الثالثة وكان الجميع يعتقدوا أنه سيتأهل أمس وأنه سيتغلب على ضيفه أندرليخت علماً أن الباريسيين كانوا فاز خمسة صفر زهاباً في بلجيكا قبل أسبوعين غير أن لعيبي لوران بلان سقطوا في فخة عدل واحد واحد في نفس المجموعة أولمبياكو استغلب على بنفيكا بهدف من مانولاس للشيء وبقي ثانياً في الترتيب بهذا السيداتي سادات انتهت هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من منطقة الدولية أعود وأذكر بأهم العنوين حملة توقفات في مالي في إطار التحقيقات للكشف عن مرتكبي عملية اغتيال الصحفيين الفرنسيين من إذاعة فرنسا دولية جون كيري في إسرائيل ورامل اليوم في محاولة لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية لا توافق دولي لتحديد موعد مؤتمر جينيف 2 والولئة المتحدة تشكك في صحة جردة الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سوريا للمجتمع الدولي الديمقراطي الاشتراكي ديدي بلازيو رئيساً لبلدية نيويورك كانت معكم مونة دويبيا شكراً لحسن المتابعة والإصغاء ابقوا معنا